مشاهدين اسمحونا ننتقل بعد كده بالمقال الاسبوع اللي نفتر حبر جيه لان بقرمية الأصحف العالم ورئيس المركز ثقافير قبطي الرزوكسي والحقيقة المقال بعنوان السيدة العزراء ستنا مريم للسيدة العزراء مكانة كبيرة في قلوب المصريين جميعا مسلميها ومسيحييها كلمات بدأت بها احدى رسائل القراء التي وصلتني تعليقا على مقال الاسبوع الماضي السيدة العزراء مريم نعم حقا ان السيدة العزراء او كما يطلق عليها اخواتنا المسلمون ستنا مريم مكانة عظيمة لم تنالها ولن تبلغها اي امرأة اخرى في التاريخ الانساني واستحقت ان تطوبها جميع الاجيال كما نطق بهذا الوحي الاليه على لسانها هو اذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني ولذا فلنكمل حديث اليوم عن قرامة السيدة العزراء تحدث الكتاب عن السيدة العزراء القديمة من خلال نبوات الانبياء الذين اشاروا الى كرامتها العزيمة فذكر عنها سليمان الحكيم في سفر الامثال بنات كثيرة عملنا فضلا اما انت ففقتي عليهم جميعا وفي العهد الجديد نرى تلك الكرامة من حديث رئيس الملائكة جبرائيل اليها عندما ارسل اليها وهي في مدينة الناصرة ليعنى رسالة الله اليها ويبشرها انها ستحبل بالسيد المسيح فقد بدأ الملاك حديث اليها بتقديم التحية والسلام اليها معلنة مباركة انت في النساء لكنها التربط من تحياته فاسرع بقوله لا تخاف يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله وفي القرآن اجلال كبير للسيدة العزراء فهي المرأة الوحيدة التي بها صورة باسمها هي صورة مريم وقال عنها في صورة العمران واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله استفاك وتهرك واستفاك على نساء العالمين اما عن ملاد السيد المسيح منها بطريقة معجزية لم تحدث في التاريخ فقد تنبأ الشعياء النبي انها تلت ابنا يعطيكم السيد نفسه آية هاء العذراء تحبل وتلت ابنا وتدعو اسمه عمانويل ووصفها عسقياء للنبي بالباب المغلق فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان لان الرب اله اسرائيل دخل منهم فيكون مغلقا وهو يعني استمرار بتولية السيدة العزراء بعد ان ولدت ابنها السيد المسيح وذكر عنها في سفر اشعاع النبي هو وزن رب راكم على سحابة سريع وقادم الى مصر فترتجف اوثار مصر من وجهه ويزوب قلب مصر داخلها فما كانت هذه السحابة الى السيدة العزراء وهي حاملة ابنها هاربة به من وجه من يريد قتله وفي بشارة رئيس الملائكة جبرايل اليها وها انت ستحبئين وتردين ابن وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن عليه يدعى ويعطي الرب الاله كرسي داود ابي ويملك على بيت عقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية وقد تساءلت السيدة العزراء عن ذلك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا فاجابها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلية تزدلك فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وخطعت السيدة العزراء لمشيء تلقى الى الهوازة انا امت الرب ليكن ليك قولك وفي القرآن تتحدث سورة العمران عن تبشير الملائكة العزراء مريم بان الله سيهب لها ابنا اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وعيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخيرة ومن المقربين وحين تساءلت عن هذا الامر وهي لا تزال عزراء اخبرتها الملائكة بان هذا امر الله الذي يخلق ما يشاء قالت رب اني يكون لي ولد ولم يمسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشائز قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وعن طهرتها وعدم قدرة الشيطان ان يمسها هي وابنها ما جاء فيه صحيح مسلم كل بني ادم يمسه الشيطان يوم ولدته امه الا مريم وابنها والسيدة العزراء هي الوحيدة التي حبلت وولدت ولا تزال عزراء وتلك معجزة من الله ففي سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتبه وكانت من القانتين لقد نالت السيدة العزراء اجلالا عظيما بين البشر والحديث في مصر حلوة لا ينتهي الأنبى الرمية الأسقف العام رئيس المركز ثقافي القبطة الأرسزوكسي بنشكر نيافة الحبرجي الأنبى الرمية شكرا جزيلا على هذا المقال الجميل